أحبابي في الله أحببت أن أحدثكم كلمة من القلب إلى القلب لا تحزن هذه من الآيات المهمة في القرآن العظيم التي واسى الله بها حبيبه عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب المواقف في غار القراء المشركون محيطون به في أي لحظة يمكن أن يهلك لا يوجد إنسان يستطيع أن يتحمل مثل هذه المواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا قويا واثقا بالله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا أحب أن يكون لسان حالك ينطق بهذه الآية وتذكر وأنت تقول هذه الآية ذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب المواقف عندما قالها رددها اجعلها منهاجا لك في حياتك صدقني سوف تشعر بسعادة غامرة لا مثيل لها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر